الريس وجه بهذا المؤتمر يوم إفطار الأسرة المصرية في آخر أسبوع في رمضان أنا بس عندي سؤال صغير لعزيزي المواطن اللي ساعات يجيله شك هو أنت متصور أن هذه الرؤية الاقتصادية شديدة التكامل خد بالك والإحكام والوضوح والدقة اتعاملت في الأسبوعين ونص دول لا ببقى احنا كده بنهزر بنهزر استحالة ده معنى إيه؟ معنى أنتم من أول ما حصل الحرب بتاعت 24 فبراير روسيا أوكرانيا وخلاص أي سياسي في الدنيا عادت كده مصيبة اقتصاديا بدأ العمل على قدم وثاق بمنتهى السرعة لازم نحط تصور اقتصادي للمرحلة القادمة هنعمل إيه؟ وكل ما تحصل متغيرات هنعمل إيه وما إلا ذلك طيب رح جاي الدولار كده في النص ناطط طلع لحد 18 72 اللي أنا أتذكر النهاردة الدولار بكام يعني وانت بتشوف النشر الاقتصادية النهاردة لقيت الدولار بكام؟ لقيته بـ 18 أظن 23 اللي أنا واخد بالي يعني من النشرة وهي بتطعرن تعرف أنا يعني خارجي اقتصاد وأدرس فيما بعد ذلك اقتصاد كتير مهم يعني فإن الاقتصاد بالنسبة لي ده هو المزيكة هو المتعة بتاعتي بقعد كده فرحة كإني قعد عمل باكل أكل حلوة سعيد 18 35 من 18 72 أو خمسة حاجة كده يعني كسر 18 70 ميت فول طيب ده معناها أنه الدولار نزل وتراجع طيب هو بينزل لوحده يعني كده جهجهوني ولا بيبقى فيه خطة وإجراءات نشتغل عليها عشان الدنيا تهدف طبعا ده غير إجراءات الحماية الاجتماعية اللي حصلت واللي هتحصل واللي كان جانب كبير جدا من كلام رئيس الوزراء النهاردة دكتور مصطفى مدبولي بيتكلم عليها اللي عايز أقولك عليه أنه الدولة اللي أول ما تلاقي الحرب ده اللي لم يكن يعني قبلها كده لما بدأ عملية الشد والجذب والاحتخانات في التصرحات ما بين البلدين والنيتو من ناحية وروسيا من ناحية ده اللي مكنونش يشتغل من قبلها قبل اندلاع الحرب يوم 24 فبراير فده معناها أنه أنت عندك دولة دولة دواحد اتنين هذه الدولة عرفة بتعمل إيه فبدأوا يشتغلوا على هذه الخطة الاقتصادية المحكمة وكل ما تحصل متغيرات يبدأوا يغيروا فيها ويزبطوها علشان تبقى متفقة مع طبيعة المرحلة المستقبلية اللي بتتعامل عليها هذه الخطة الاقتصادية اللي استعراضها الحقيقة بمنتهى البراعة دكتور مصطفى مدبولي أنا عايز أستأذر حضراتكو ناخد كده جزء من الكلام اللي قاله رئيس الوزراء المصري وهنرجع نكمل الكلام لتداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري ازاي وإيه اللي احنا ان شاء الله الدولة شغلة فيه وحتشتغل فيه في خلال الفترة الجاية ويمكن دي كلها نقاط شديدة الأهمية ان احنا نعلنها النهاردة علشان يبقى كل العالم وكل المصريين عارفين الدولة المصرية بتتحرك ازاي ويمكن هي دي النقط اللي هنركز عليها علشان نؤكد عليها في خلال الفترة القادمة ازاي الحكومة المصرية والدولة المصرية هتعزز من دورك بتاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتزيد من عملية توطين الصناعات والصناعات الوطنية بالذات والاعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة هننشط البورصة المصرية ازاي والاهم هنستمر ازاي في اجراءات الحماية الاجتماعية وضمان توفير السلع الاساسية للمواطنين طب ده كلام جميل جدا انا من الناس اللي لما بتشوف حاجة ولا تقرأ حاجة ولا تسمع حاجة ببقى منصط يعني انصط شديد جدا فقدر اقولك انه كل ما قيل في هذا المؤتمر سواء اذا كان من الدكتور مصطفى مدبولي او من السادة الوزراء في المجموعة الاقتصادية او من اسئلة الزملاء الصحفيين والمراسلين الاجانب فكانت بالنسبة لي رائعة جدا لسببين اول سبب احنا بنتكلم على مؤتمر بكامله من الجلدة للجلدة من اول ما بدأ الدكتور مصطفى مدبولي للاسئلة الاخ الاخ على الهواء مباشرة لا حاجة مسجلة ولا حاجة مقطوعة ولا فيها مواربة ولا فيها التفاف ولا اي حاجة دولة كانت واضحة جدا وهي بتعرض كان من ضمن الحاجات عشان تشوف مثلا الدكتور مصطفى مدبولي هو بيتكلم على مسألة الدين عشان دي وردت في هذا الكلام في هذا المقطع تحديدا هو بيتكلم على مسألة الدين الداخلي والدين الخارجي ثم الدين العام وقال يا جماعة أيوة إحنا الدين العام عندنا كبير وما ينفعش ده يستخبه وبنقول آه هو كبير نسبته 85% لكن كمان إحنا ورسنا الدين ده وأظن كان أي المية و14% فخفضنا لحد 81% وبسبب التداعيات بتاعة الأزمتين ما بين الكورونا وما بين الحرب الروسية الأوكرانية ارتفع تاني من 81% ل85% لكن إحنا بنشتغل في خطتنا الاقتصادية اللي بنشرحها لحضراتكم ده الكلام للدكتور مصطفى مدبولي إحنا هننزله للـ 75% فنصل إلى مرحلة الاستقرار الآمن هل هناك خوف؟ إن شاء الله ما فيش خوف أنا عايز أقولك أنت عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة ما تخافش طول ما انت شايف الشغل في البلد بيتم بالطريقة دي لما يبقى فيه هذه المصارحة والمكاشفة والوضوح والدخول في تفاصيل التفاصيل خليك قاعد متطمن ما تقلقش مش فيه ناس زي حالاتي كده أقولك إلقنا في 2016 فأخر في 2016 ما حصل التعويم مبتع وبدأنا نتوتر إيه اللي حصل؟ هذه الأزمة عدت استقرت الأسعار بتاعت سعر الصرف هبطت أسعار سعر الصرف اتضبطت منظومة الإنتاج زرعنا أنتجنا صنعنا صدرنا وقفنا على رجلينا بقينا دولة لديها اقتصاد اقتصاد مش بس واعد اقتصاد بيبص عليه العالم وبيعتبروا أنه من الاقتصاديات الناشئة شديدة الأهمية بيعتبرك أهم اقتصاد في المنطقة بيعتبرك واحد من أهم أربع اقتصاديات مستقرة وواعدة ونامية في العالم معدلات النمو بتاعتها مستقرة بيعتبرك فرصة واعدة عظيمة للاستثمار وعشان كده هو جزء من الكلام اللي قاله دكتور مصطفى مدبولي النهاردة كان متعلق بالاستثمارات يعني شوف اللي حصل في المؤتمر ده مقطوعة موسيقية اقتصادية شديدة الإحكام شديدة الجمال بس كان فيها بقى ايه؟ عدد اتنين بمبونية بصراحة الاولى متعلقة بالشركات الناشئة والتيسيرات اللي هيتخدها الشركات الناشئة بالتحديد الستارتابس والبمبونية التانية مسألة الرخص الذهبية ليه؟ تلات قطاعات بحد ذاتهم كان قطاع منهم الهايدروجين الأخضر قطاع تاني كان السيارات الكهربائية قطاع تلات هفتكرهولك دلوقتي عشان برضو السن بقى يعني بيخيو الزحمة بتاعت اليوم تيجي انت تقولي يا عم يوسف هو سيسي عمل ايه المصر انا هخد لك اخر حاجة عمل اللي انت شايفه ده لما يبقى فيه بلد لها رئيس يخلي حكمته ومؤسساته واجهزته او حتى بطريقة وتعبيرات الرئيس بتوضع المعتاد الزملاء يشتغلوا على هذه الخطة الاقتصادية قبل ما انت تبدأ تفكر يا ترى يا ترى خلي بالك التعبير المصري الشهير اللي شغال الفترة لفاتي كلمة الهابد يقولك هبد الهابد اللي حصل في مسألة الوضع الاقتصادي المصري وتوقعات الاقتصاد المصري الاقتصاد العالمي يقول لها هيحصل وكل الناس فجأة بقت فاهم البنك الفيدرالي وفاهم المشاكل ماشي حاضر عبقى سعيد يعني لما نبقى فاهمين بس ما بنهبتش ودي حاجة مهمة جدا كم هبد غير طبيعي فتلاقي انه دولة بتشتغل فيه هدوء شديد جدا وتطلع بمخرجات وضحة جدا ورصينة جدا ومبشرة جدا طيب هي مبشرة علشان احنا عايزين نبقى متفقلين طبع علشان احنا بنحب الرئيس اسيد احنا بنحبه وبنصق فيه محناش مختلفين ولا اريد لحد انه يختلف على ذلك قدر الامكان الناس اختلفت حتى على ربنا سبحانه وتعالى مش هنختلف على الرئيس ماشي تختلف على اه ماشي عايز تختلف على اجراء انت حر مش دي القصة لكن انا انا عايز اقولهولك اللي انت شايفه قدامك ده دولة عارفة بتعمل ايه كويس قوي وهذا التفاؤل اللي عنده واحد زي حالتي نابع من انه اللي تقال ده اللي تقال ده ارقام وحقائق وتوقعات وتوقعات جاية من المؤسسات والمراكز المالية والنقدية والاقتصادية الضخمة على مستوى العالم زائد مراكزنا وخبراتنا المصرية المحضة فاتجمعت هذه الخبرات بهذه التوقعات بهذه الدراسات عشان نطلع بهذا المخرج اللي موجود قدام حضرتك في المؤتمر لازال امامنا الكتير فاحنا بجد مش هزار مفيش لدينا طرف الراحة مفيش لدينا رفاهية الاستكانة مفيش لدينا ما يسمح بان احنا ننام وما نشتغلش او نروح شغلنا ما ننتجش ومعدلات الانتاجة المنخفضة بتاعتنا دي ما بقتش تنفع السؤال هو عاوز تعدي ولا لا عاوز يبقى معاك فلوس حلوة مش مجرد كتير حلوة تبقى فلوسك مكفياك تلت وامتلت وتحوش منها وتأمن مستقبل العيال وتجوزهم وتعلمهم وتخليهم زي الفل ولا لا لو اه اشتغل وبس اشتغل 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 حقيقي اشتغل بكفاءة وبجودة مش انا رايح وجاي لا انا هشتغل